السلام عليكم. النهاردة جايبالكو طريقة عمل كل الصور اللي انتو هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. الموضوع سهل جدا وعبارة عن مربع الجراني او مربع بسيط جدا. هعرفهلكو خطوة بخطوة ازاي تعملوه في الفيديو ده. تقداري توصلي به النتيجة زي اللي انتو شايفينها دي. بلوزات ومفرش سرير او اه شل الاطفال بطريقة سهلة وبسيطة جدا. شنطة اه وشنط افكار شنط كتيرة جدا. وانا عملت الشنطة اللي انتو هتشوفوها دلوقتي دي. وهسيب لكم الفيديو بتاعها قبل كده في علامة الايفو وفي صندوق الوصف. بجد الموضوع سهل جدا. بداية واحدة في كل الشغل ده. مربع بسيط جدا. هعرف كله هعرفهلكو خطوة بخطوة ازاي تعملوه وازاي تقدروا تعملوه كل الشغل الحلو ده. انا عملت في الفيديو ده. اه اه بطانية للبيبي. اه موضوع كان سهل جدا. عبارة عن المربع بتبدأي اه تكبريه لحد ما توصلي للحجم اللي انت عايزاه. ويا ريت قبل ما نبتدي الفيديو وتنسوش تعملوه سابسكيرب للقناة وادفع علوك الجرس. عشان يوصلوكو كل جديد. طبعا هتجيبي خيط صوف. اه ويا ريت طبعا عشان ده بيبي. فنكون جايبينه اه خيط ناعم. عشان ما يجرحوش. اه هتجيبي طبعا برضك اه ابرة مناسبة للسمك الخيط اللي هنشتغل بي. اول حاجة هنشتغلها اه غرزة السلسية زي ما انتم شايفين. مسلا تعملي اربع سلاسل. وترجعي تقفلي اول غرزة معانا. وتاخدي لفة وتقفلي بيها. كده عملت حلقة مكونة من اربع سلاسل وتقفلي عليهم. اول اه غرزة هتعمليها تلت سلاسل هي بمثابة اول عمود. وتبدأي تعملي عمود بعديها. وعمود كمان. يعني تلت عمويت. جنب بعض زي ما انتم شايفين كده. وبعدين تاخدي اه غرزتين. سلسلة. وبعدين ترجعي تاني تعملي تلت عمويت جنب بعض. بعد ما هنخلص التلت عمويت هنعمل اه اتنين سلسلة. ونرجع تاني نعمل تلت عمويت بنفس الطريقة الاولانية. نرجع تاني نعمل بعد ما اتخلصي التلت عمويت. شايفين الشغل عامل ازاي? هنرجع نعمل اتنين سلسلة ونعمل اخر تلت عمويت معانا. طبعا الغرزة المربع دي اه تقدري تعملي بيها ام بلوزة تقدري تعملي بيها اه شنط تقدري تعملي بيها اشكال كتير جدا مفارش حاجات كتير جدا بالغرزة بداية الغرزة دي. احنا زي ما انتم شايفين حيبا عندنا اربع كورنر. هنبدأ نلف الشغل معانا. نعمل تلت سلاسل اللي هي بمثابة اول عمود. نرجع نعمل تاني هنا عمود. هنعمل في كل كورنر من اللي عندنا دول تلت عمويت جنب بعض. سلسلتين تلت عمويت. يعني تلت عمويت سلسلتين تلت عمويت. انا عملت في كل كورنر زي ما انتم شايفين. تلت عمويت سلسلتين تلت عمويت. وبوريكم هنقفل ازاي شايفين ما انتم شايفين. عملت في في الاربع كورنرات نفس الموضوع. وهعمل سلسلة واقفل في بداية العمود اللي احنا عملناه. شايفين الشغل عامل زي تلت عمويت سلسلتين تلت عمويت في كل كورنر. ونبدأ نلف الشغل بتاعنا. بالعكس ونعمل تلت سلاسل اللي هما بمثابة اول عمود. وحنعمل تلت عمويت فقط. في الفراغ اللي ظهر لنا في الاول ده. وحنلاقي نفسنا وصلنا للكورنر. الكورنر زي ما احنا حفظنا. تلت عمويت سلسلتين تلت عمويت. اي كورنر بنشتغل فيه كده. تلت عمويت سلسلتين تلت عمويت. وبعدين تعملي سلسلة. وتشتغلي بقى تلت عمويت. اول ما توصلي للكورنر زي ما احنا اتفقنا. تلت عمويت سلسلتين تلت عمويت. شايفين? ادي الشغل اللي باين قدامكم. هنعمل بالوقتي سلسلة. نشتغل في الفراغ اللي اللي ظهر لنا. في وسط الشغل ده. تلت عمويت بس. ونعمل سلسلة. هنلاقي نفسنا وصلنا للكورنر اللي بعده. ادي زي ما انتم شايفين تلت عمويت في الكورنر ده. سلسلتين تلت عمويت. هنفضل نكمل بنفس اسلوب الشغل ده. اي كورنر تلت عمويت سلسلتين تلت عمويت. الفراغ اللي بيزهر لنا في وسط الشغل تاني. هيبقى فيه تلت عمويت فقط. ونقوم رجعين لكفين الشغل اليمة التانية. ونكمل شغل بنفس الطريقة. احنا للوقتي هنكمل بنفس الطريقة. آآ بجد زي ما انتم شايفين زوق آآ آآ غرزة سهلة جدا. وطريقة بسيطة جدا. وزي ما انا وردكو في اول الفيديو وردكو اشكال كتير طريق تطلعيها. بنفس الطريقة اللي انا علمتها لكو في الفيديو ده. تقدر تعملي بيها بلوزات وشونط وآآ جونتي وحاجات كتير اوي اوي مفارس سرير وشال الاطفال. آآ حاجات كتير زي اللي انا وردتها لكو في اول الفيديو. آآ الموضوع بسيط جدا وسهل. وزي الفيديو اللي احنا عاملينه دلوقتي بطنية البيبي. موضوع بسيط جدا جدا وبيخدش معاك وقت والنتيجة رائعة هو كل التفكير ان انت في اي كورنر تلت عمويد سلسلتين تلت عمويد. والفراغ اللي في كل سطر هيزهر للجديد هتعملي فيه تلت عمويد والسلسلة. حتكملي بنفس الطريقة لحد ما نوصل للحجم اللي انت عايزاه. سواء انت في آآ شغل بسيط عايزة آآ سطرين بس. او سواء الشغل اللي احنا عاملينه في الفيديو ده. انا عايزة سطور جتير جدا. او آآ زي الشنطة الكبيرة اللي انا ورتها لكم في اول الفيديو. برضك دي بتبقى محتاجة مسلا تعملي مربع آآ طوله مسلا متر. عشان تقدري آآ تطلعي شنطة كويسة. ولما تيجي تكشكشيها آآ تبقى شنطة مناسبة وحجمها مناسبة. انا دلوقتي قفلت السطر ده. وحب دق ان انا الف الشغل بتاعي. وكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل. لي آآ الحجم اللي انا عايزاه. زي ما انتو شايفين في كل سطر الفراغ جديد بيزهر. انا دلوقتي عملت تقريبا آآ آآ تقريبا متر. مربع تقريبا متر. او حابة تكبريه عن كده براحتك. انا عملته وشايفة ان هو ده مناسب مسلا للبطانية بتاعت البيبي. وعملت اخر تلت سطور دخلت لون تاني. آآ عشان اجملها. انتو حابين تعملوا كنار. آآ او حابين تسبوها كده. هي شكلها حلو جدا كده زي ما انتو شايفين. حاولت ازود في كل كورنر. ياريت لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا سابسكرايب لقناة. واتفعلوا الجرس عشان يوصلوكو كل جديد.